أبناء الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذا الدرس المصور من دروس اللغة العربية للصف الخامس درسنا اليوم هو المفعول المطلق الجزء الأول هل أنتم مستعدون يا أبنائي؟ هيا بنا دعونا أولا نتعرف معا إلى أهداف التعلم الخاصة بهذا الدرس أهداف التعلم يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يستنتج تعريف المفعول المطلق استنتاجا صحيحا يحدد المفعول المطلق في الجمل تعالوا بنا يا أبنائي نقرأ الجمل التالي حتى نتعرف إلى المفعول المطلق هيا بنا أشرقت الشمس إشراقا ترق الرجل الباب طرقتين يقفز الطفل قفزا عاليا والآن دعونا يا أبنائي نقرأ الجمل مرة أخرى أشرقت الشمس إشراقا ترق الرجل الباب طرقتين يقفز الطفل قفزا عاليا لاحظوا يا أبنائي العزاء أن كلمة إشراقا في الجملة الأولى جاءت مصدرا منصوبا من لفظ الفعل والفعل هنا أشرق والمقصود بأنها من لفظ الفعل أي أنها مشتقة من حروف الفعل لاحظوا أيضا في الجملة الثانية أن كلمة طرقتين أيضا جاءت مصدرا منصوبا من لفظ الفعل طرقة وهي مشتقة من لفظ الفعل طرقة أما في الجملة الثالثة لاحظوا أن كلمة قفزا أيضا قد جاءت مصدرا منصوبا من لفظ الفعل يقفز أي أنها مشتقة من الفعل يقفز لاحظوا دائما التشابهة في الحروف الأساسية بين المصدر والفعل هنا وهنا وأيضا هنا وهنا ولا تنسوا أبناء الأعزاء أن كل مصدر هو اسم ماذا لاحظتم يا أبناء الأعزاء أحسنتم جميع الجمل السابقة هي جمل فعلية احتوت على مصدر منصوب من نفس حروف الفعل وهو ما يعرف بالمفعول المطلق ماذا نستنتج أحسنتم نستنتج من ذلك أن المفعول المطلق هو مصدر منصوب من لفظ الفعل ما رأيكم أبناء الأعزاء أن نتحقق من تعلمنا من خلال الآية الكريمة التالية هيا بنا أنصتوا قال تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآن يا أبناء الأعزاء هل تستطيعون أن تحددوا المصدر المنصوب الذي جاء من لفظ الفعل في هذه الآية هيا يا أبطال نعم أحسنتم كلمة تسليما كلمة تسليما هنا جاءت مصدرا منصوبا من لفظ الفعل سلموا إذن تسليما هو المفعول المطلق أحسنتم أحسنتم أنتم رائعون نعم تسليما هو مفعول مطلق منصوب لأنه مصدر منصوب من لفظ الفعل كما تعلمنا ذلك سابقا تذكروا أبناء الأعزاء أن المفعول المطلق هو مصدر منصوب من لفظ الفعل دعونا نتعاون يا أبناء الأعزاء الآن في حال هذا التدريب لتحديد المفعول المطلق هل أنتم مستعدون هيا بنا يا أبطال صمد الجندي سمود الأبطال أبحرت السفينة إبحارا وقفت في معرض الكتاب وقفتين والآن أبناء الأعزاء نريد أن نحدد المفعول المطلق في هذه الجمل هيا بنا المفعول المطلق في الجملة الأولى صمد الجندي سمود الأبطال هو أحسنتم أنتم رائعون كلمة صمودة هي المفعول المطلق وجاءت كلمة صمودة هنا مصدرا منصوبا من لفظ الفعل صمد أما في الجملة الثانية فالمفعول المطلق هنا هو كلمة أحسنتم إبحارا وكلمة إبحارا هنا جاءت مصدرا منصوبا من لفظ الفعل أبحرا أبحرا فهي مفعول مطلق أما في الجملة الثانية وقفت في معرض الكتاب وقفتين فالمفعول المطلق هو أحسنتم أنتم رائعون وقفتين وكلمة وقفتين هنا جاءت أيضا مصدرا منصوبا من لفظ الفعل وقفة بهذا أعزائي نكون قد انتهينا من الجزء الأول من درس المفعول المطلق وأرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم نلقاتم بإذن الله في الجزء الثاني